من المآثر الجميلة التي قالها بعض الدعاء إن النهضة بالدين لا تكون إلا بإحياء حقائقه وصناعة حملته وواقع ينزل عليه الحمل حقائق الدين هذا المعنى العظيم من المعاني التي تصلح أن تكون مظلة حاكمة لكثير من الاحتياجات الإصلاحية في هذا الزمان في زمان يلمع فيه التافهون ويصدرون فيه للأجيال على أنهم نجوم وقدوات كان لابد علينا أن نواجه هذه الموجة الخطيرة بإعداد القدوات الحقة التي تكون أملا للأمة القدوة قبل الدعوة القدوة قبل الدعوة الناس يتعلمون بعيونهم لا بأذانهم يعني ألقي على ابنك محاضرات طويلة في ضرر شيء معين فإذا رأىك تفعله سقطت كل كلماته القدوة قبل الدعوة القدوة قبل الدعوة الناس يتعلمون بعيونهم لا بأذانهم يعني لو فرضنا أب ما خلع ثيابه أمام أولاده ولا تكلم كلمة بذيئة في ساعة غضب ولا ضبط يتابع برنامج في الشاشة لا يرضي الله استقامته دعوي أخلاقه دعوي فلذلك استقيموا يستقم بكم القدوة قبل الدعوة القدوة إنسان منضبط أب منضبط لو لم يتكلم ولا كلمة توجيه لأولاده إطلاقا ينضبطون بانضباطي ما في كلمة بذيئة ما في شاشة مفتوحة ما في سهرة لا ترضي الله ما في سلوك ما في كسب مال له إشكال الاستقامة تؤدي إلى الاستقامة استقيموا يستقم بكم فالقدوة قبل الدعوة الأب قدوة والأم قدوة لابنتها والمعلم قدوة لتلميزه إذا دخل أمامه ألف موضوع عن التدخين لا قيمة له المعلم قدوة المرشد قدوة الخطيب قدوة أي جهة قيادية قدوة القدوة قبل الدعوة والناس يتعلمون بعيونهم لا بآذانهم أما إذا رأوا رأوا بعين الرأس ما يخالف ما قيل في الأذن لا قيمة لما قيل في الأذن الله سقطت في الدعوة مخالفة الواقع أبدا مع ما يقال أهم شيء المصداقية من هم الأنبياء؟ أي عالم الآن بتكلم ساعات وبأحاديث صحيحة وبلغة فصيحة وبأحكام تجويد إذا أقرأ الآية أما يترى في بيته هكذا بيكسب ماله هكذا بإنفاقه هكذا بلقاءاته هكذا القدوة قبل الدعوة لا تطمع أن يستمع أحد إليك إن لم تكن قدوة له سلوك قال الله تعالى لَتُبْلَغُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًا كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ليثبت على هذه الدعوة أصلب أصحابها عوداً وأكملهم يقيناً وأصبرهم على العنة والبلاء فتعز هذه الدعوة عليهم وتعلوا بقدر ما يضحون في سبيلها ولنتذكر قول الله وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِلُونَ